ضمن الأولويات مكافحة الفساد التي تبنيناها كواحدة من أهم الأولويات وبالتحديد استرداد الأموال المسروقة نتيجة أعمال الفساد هذا العمل مستمر بتعاون واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكن ملف الضمانات الضريبية هو يمثل أولوية بالنسبة للحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال ونتابع مع المحكمة المختصة والقاضي المختص إجراءاته في متابعته في استرداد الأموال من المتهم الأول في قضية سرقة الأموال الضريبية ونحترم قراره لكن اللي يهمنا هو استرداد الأموال طبعاً المتهمين الآخرين اللي صدت عليهم أوامر قبض وهناك متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية في داخل العراق وفي خارجه طرينا الروح للأنتربول وعممنا هذه الأوامر وهناك وفوت ولجان تتابع مع هذه الدول في مسألة استرداد هؤلاء المطلوبين رغبتنا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة قوية وعلاقاتنا واضحة بهذا الاتجاه لكن الشقيق والصديق يجب أن لا يساند أو يؤوي أي من الفاسدين أو يعرق العملية استعادة الأموال المسلوقة من الشعب العراقي هذا معيار مهم وأحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر